تمكنت المرأة البحرينية من تحقيق إنجازات عدة في مختلف المحافل من خلال وجودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رعاو الله فالرعاية الملكية السامية للمرأة البحرينية جعلتها نموذجا يحتذا به في جميع الدول وفي مختلف المهدين لا طالما كان للمرأة البحرينية مكانة تلق بها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وهو ما تجلى واضحا فيما جاء به مثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين مما بادئ تؤكد على هذه المكانة وتترجم حقوقها المبنية على قيام المساواة والعدالة التي تقوم عليها هذه المسيرة مما جعل مملكة البحرين تشكل نموذجا يحتذا به بمجال تمكين المرأة وإدماجها في مسارات العمل التنموي إن داما ومسندة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وثقة جلالته في قدرة المرأة البحرينية كان ولا يزال القاعدة الصلبة التي انطلقت منها المرأة في مملكة البحرين نحو مزيد من العمل والعطاء مما مكنها من أن تمثل وطنها في جميع المحافل الدولية والإقليمية خير تمثيل حاملة معها منهجا خاصا يفتح سطرا جديدا من الإنجازات النوعية فالمساندة الملكية السامية عكست إجابا على عمل المجلس الأعلى للمرأة الذي أطلق بدوره العديد من المبادرات والخطط والبرامج النوعية بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قارينة جلالة الملك المعظم لدعم المرأة البحرينية التي باتت اليوم تشغل أعلى سلم الأولويات الوطنية وتشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الإنجازات النوعية المتميزة في جميع المجالات وأكدت على أن المرأة البحرينية تعتبر شريكا فعليا وأساسيا في صناعة القرار الوطني من خلال الخطط والبرامج والمبادرات التي طرحت وأسهمت في رفع قدرة المرأة البحرينية في المساهمة التنافسية في العملية التنموية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه دعم المرأة البحرينية بشكل شامل من خلال دمج احتياجاتها في الخطط الحكومية لتساهم مساهمة فاعلة في المجتمع المدني والحراك السياسي والاقتصاد الوطني ولتستمر إسهامات الماضي لتبني تطلعات الحاضر والمستقبل ترجمة نانسي قنقر